بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تنسوا تشتركوا في القناة ديالي واتديروا لايك ودعموني ولا أعجبتكم القصة شاركوها مع الناس أخرين باش تعمل فائدة نحكي لكم القصة دياليوم كتحكي واحد سيدة مات لها الراجل ديالها وخلى لها بنت كتقول مات راجلي وخلى عندي بنت كنت كنخرج للموقف كنخدم باش نقريها وباش نعيشها أحسن عيشها بنتي ما كان خاصة حتى شي حاجة كنت كنشي الموقف في الفجر وكندير التام باش ما يعرفني حتى شي واحد ولو كيعيروا بنتي بالخدمة اللي كنخدم لأن أغلبية بنادم جوهالة نجاه التاغير عليهم كيقولوا حشو ما المرة تخدم في الموقف والله أخوتي كنجيل الدار يدي من في الحين الموقف كتخدم فيه غير لا لو مولاتي بقيت خدامة ودير التام على وجهي واحد نهار ضربتني الشمس وطحت مع قلش على راسي طحت في الخدمة عيطوا الخدامة على مولشي جاء وحيد لي يلتام باش يعرفني ش كونانا قال لي هم بديو هال الدار عندي حتى تفاق من اللي فقت لقيت راسي نعسى فراش من حرير سحبت راسي غير كان حلم ويتقول لي يا ساحبتي كان تبارك حدايا على سلامتك فقتي سحبتك غير متي جاء مولشي وانا رجع التام على وجهي هو يقول لي يا تبارك الله ما شاء الله هاتزين كلهم غطي وجهه حشمس هو يقول لي يا على سلامتك تخلصنا هاتك النهار وفي الغد رجعنا باش نكملوا الخدمة هو يعيط علي يا مولشي مشيت لعنده وهو يقول لي يا توفات لي يا امرأة وعمني فكرت نعاود نزوج حتى شبتك وعجبسيني واش انتي مزوجة قلت لي انا كنت مزوجة وماثلية الراجل ديالي وخلالي يا ابنتي عندها 14 سنة وانا دبك نخدم عليها باش نقرها ونعيشها احسن نعيشها ما بغيش نكون عالة على والدية لان والدية ناس بوسطة وعلى قد حالهم ما بغيش نكون انا تقيل عليهم انا وبنتي كافحت وقريتها هو يقول لي يا الى قبلت عليها بنتك تكون بحال بنتي ما عندي حتى مشكي فرحت قلت ربي بغي ريحني من تامارة خدمة في الموقف صعيبة بزاف ما لقيتش البادي وبقيت خدامة وكافحت واخا ما قديتش عليها بلك من لي جاء هذا الراجل فرحت صراحة لانه نقضني من هاتامارة مشيت عند وليدي واعلمتهم وجاخت ابنيه وتزوجنا عشت ماليكا كان مهالي في بنتي بزاف وكان يبغيها بحال بنته من كدبش عليكم عشت ايام معاه بحالة كنت كان حلم وكني انا وبنتي اللي ما عمرنا كلينة ولبست انا وبنتي اللي ما عمرنا ما لبسناه كان مهالي فيه بزاف انا وبنتي دار لي البرمي وشري لي الطنوبيل وليت كانت ادي بنتي تقرأ واحد نهار طاح راجلي وغيب وديته في الطنوبيل سبيطار قالوا لي يا راجلك طلع لي السكر 4 جرام ضروري نديروا لي لانسونين وداروا هالي وفاق واجبتوا للدار صرحت هالليت فيه مديان وطخلعت عليه لاني كان بغي راجلي بزاف خرجني من الجاحيم اللي كنت عايشة فيه راجلي ما بقاش يقدر يقابل الخدامة وليت انا خدامة في بلاستو من اللي رجعت للدار دخلت عنده البيت وقلت لي كيف بقيت شوية قال لي يا شوية وسافي وقال لي يا بركي حدايا بغيت نهدر معك قال لي يا حتى واحد ما كيعرف شنو غادي وقع غدا والاعمار بيدي الله وانا نقول لي يا وراك خلعتيني يك مكين بس قال لي يا راني قررت نكتب ليك الفيلا واحد خمسة لقطارات خفت نموت وغلبوا عليك ولاد عمي وهم اللي بقوا لي في حبابي اعطاني وراق سنيت عليهم كاتب فيهم الفيلا وخمسة لقطارات وانا نقول لي اللي طول في عمرك راجلي العزيز وخليك تشفق راسي قال لي يا لابد من هذاك النهار وليد في مكان خرج من الدار كي بقى بالي مشغول عليه داز عام وانا نولد معاه وليد واحد نهار عطت لي يا جارتنا قتلي يا موك مريضة زاد علي هالحال قلت الراجلي قال لي يا سيري عندها بنتي كان عند المتيحان بقى في الدار وولدي كان مازال بقي صغير كيرضع قديته معايا شفت الواليدة ومن اللي رجعت للدار ملقيتش بنتي سولت راجلي قال لي يا ابنت اليوم ما فيهم ثيقة يمكن تكون هربات مع شي واحد قلت لي ما يمكنش هاديك بنتي وانا مربياها ما كتخبي علي ويلو مشيت ديكلاريت عند جدار ميا وبقى وكي يبحثوا بقيت كان بكي على بنتي كانت بنتي واختي عشت معاها الحلوة والمارة صراحة شكيت فراجلي لانه كانت تعزيزة عليه ولكن من اللي غبرات ما تأثر ما بنت علي عالمات الحزن سوت الجيران حتى واحد ما اعطاني خبار مشيت نسول جارتي اللي مقابلة معانا شافتني جاية وهي تصد علي الباب شكيت فيها ديكلاريت عند جدار ميا باني شكيت في جارتي استدعاوها وسولوها القواب حال لم خبيشي حاجة خلعا وحد جدار ميا قل لها قولي فين خبيتي البنت قولي غادي نعدبوك حتى تقري قلت لي هما تضربوني موالو انا مدرتوالو ولكن كنت باركة في داري سمعت البنت كتغوض مشيت لدارهم طليت من الصجم بالي يا بابها كيدرب فيها شافني خرج عندي أعطاني ألف درهم وقال لي يا ما شفتيني ما شفتك إلا سمعتني مراتي كنضرب بنتها غدا تمشي عليا وأنا كنبغي مراتي وبنتي بزاف البنت مباشقة قراني ضربتها استدعاو راجلي وقال لي قول فين ندرتي البنت بلا من عدبوك قال لي هم الشيطان العبع العقلي والزين ديال بنت مرتي غراني اغتاصبتها ودفنتها في الجردة بنتي حدايا ميتا وأنا كنت كنقلب عليها ما قدرت نبقى في الفيلا اللي الدفنات فيها بنتي بعتها وبعت خمسة القطارات وشريت دار في أقادير وبعتت على البلاد وعيشت مع والدي وحلفت من عود نزوج المرأة اللي عندها الولاد سواء طلقات أو مات لها الراجل تكافح وتعيش ولادها بلا ما تزوج لأن صراحة ما كيجي حتش واحد في بلاس الأب أو الأم وما بقى التقاء في هذا الزمان إلى عجباتكم القصة ما تنسوش تبارتاجيوها باش تعموا الفائدة وشاركوا في القناة ديالي ودعموني ولأني ما زال غدا نعطيكم مزيد من القصص ودومتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء